تعالوا نشوف الإجراءات اللي احنا ممكن نعملها وتبعدنا عن كل ده أول حاجة عشان نقدر نعمل الكلام ده فيه احنا عندنا سبع معايير نعرف بيها ما يعنينا أول حاجة تفتح باب على إن ما تفعله ده يفتح لك باب على مولانا سبحانه وتعالى ويقدمك في السير إلى الله ويجعلك أكثر حضوراً مع الله يبقى دوة يعنيك تاني حاجة إن يكون فيه نفع والنفع هنا بالمعنى القيمي يبقى يحرص على ما ينفعك يعني إيه ما ينفعك هو ما يعنيك بس ما ينفعك إيه قيمياً تالت حاجة إن شيء أنت ممكن تكون جدي فيه وحريص ومبادر فيه لو شيء هتبقى متكاسل فيه ما يعنيك الشيء اللي ممكن لما يكون موجود تبقى أنت جدي فيه وحريص عليه ده يعنيك رابع حاجة الانشغال بالأعرفه وأقدر أطور فيه نفسي لقولي صلى الله عليه وسألنا بقيمة المرء وبي ما يحسنه رقم خمسة المعارة الخامس الإتقان والإحسان اللي يعنيني لابد إنه يكون فيه إحسان لازم الحاجة يكون فيه أي إحسان لازم يكون أنا قادر أتقنه سادس حاجة إنه يكون جميل الحاجة الشيء اللي أنا بعمله ده يكون جميل ما القبح لا يعنين خلينا نقول كده رسالة واضحة القبح لا يعنين رقم سبعة إنه ينور قلبي طب نعمل إيه بقى من الإجراءات حدد ما أقامك الله فيه إنت مثلا طالب يبقى اللي أقامك الله فيه إنك أنت طالب علم يبقى أقامك إنه أنت تكون إيه تعمل في طلب العلم بجد طب أقامك هو إنه أنت أب يبقى عليك إنه أنت تنشأ أولادك على القيم واجعل ما أقامك الله فيه هو الأساس في حياتك تديله 80% من حياتك وما ينفعش تقبل إن الأداة ينتكس فيبقى العشرين في المية لما لا يعنيك إيه بقى العشرين في المية لما يعنيك والتمانين في المية لما لا يعنيك ما ينفعش ده اسمه انتكاس حياتي تاني حاجة جدد تفكيرك فيما أقامك الله فيه ففكر يوميا مثلا إزاي ممكن تضيف لعملك مداخل جديدة وده شيء إجراء مهم جدا جدا تالت حاجة اقرأ وتعلم وتدرب لمدة ساعة أو أكتر يوميا في علم جديد له علاقة بمجال عملك أو مجال حياتك أو علاقاتك أو تربيتك وتنشأتك لأولادك ده شيء مهم جدا رابع حاجة خصص للسوشيال ميديا أوقات محددة وخليها أوقات مفيدة مرتبطة بأهم الحاجات في حياتك ما تزيدش عن ساعة في اليوم كله أنت كمان رقم خمسة أنت محتاج مدد فدع ربنا سبحانه وتعالى قول يا مولاي أنت تملك الزمان والمكان فيا مولاي حياتي هي زماني فأسألك بسر فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين أن تحافظ على حياتي بأن تلهمني ما به أحفظها من التبزير في أوقاتي واجعني عبدا لا تجده إلا حيث تريد فألهمني رجدي واجعني ممن يجعلون حياتهم بابا من أبواب القرب منك والدخول في ساحتك فأستحي أن أضيع وقتي وحياتي وأنا بين يديك ألهمني رشدي يا كريم يا ودود يا جميل يا رب العالمين